مساء الخير يا حلوين النهاردة فيديو جديد هكلمكم في موضوع مختلف شوية وهو إزاي نوفر في الفلوس ونستعمل أدوات في البيت علشان نرسم بيها ما تنسوش أحبيتكم في فيديو ده تضغطوا لايك وتدعموني وكمان تفعلوا جرس الإشارات علشان فيه فيديو جديد هينزل كل أسبوع ويبس كده يلا نبدأ أول نصيحة هكلمكم عنها هي تقريبا أهم نصيحة في الفيديو ده بجد هتحبوها وهتشكروني عليها لأنها حاجة مفيدة جدا وهي نصيحة متعلقة بالورق بتاع الرسم زي ما انتم عارفين الورق اللي أنا باستعمله أغلب الرسمين بيستعمله بيكون ورق قئيل شوية علشان يتحمل الألوان المائية والطبقات الماء الكتير اللي احنا بنحطها عليه والورق ده مش دايما بيبقى موجود في المكتبات وكمان بيبقى السعر مرتفع شوية عن الورق العادي فأول نصيحة النهاردة هتكون عن إزاي نلاقي ورق حلو جدا في البيت زي ما انتم شايفين دي مجموعة أوراق بألوان مختلفة الأوراق دي ما دفعتش فيها أي حاجة هوريكم دلوقتي هي عبارة عن إيه؟ هي بكل بساطة الظهر بتاع علب الكرتون اللي بيبقى فيها الأكل زي ما انتم شايفين دي عالبة سريلاك ورقة بيضة تقيلة جدا زي ما انتم شايفين تعتبر كرتون دي عالبة نسك فيه ورقة تعتبر رماضي شوية وفي ورق بيكون لونه برني كده الورق ده حلو جدا وانا بحب اللون البوني قوي في الرأس فالأوراق دي موجودة في البيت ومتوفرة وهوريكم دلوقتي إزاي برسم عليها بكل الخامات تقريبا نفعل ممكن نرسم عليها بالألوان الخشب وبيطلع رسمة حلوة قوي ممكن كمان نرسم عليها بالألوان المائية وبجد في الألوان المائية تجنن لإن الورقة تقيلة فما بتتعركش معانا ولا بتحتاج إن احنا نشدها ولا نعمل الفيلم بتاع الورق بتاع الألوان المائية بترسم عليها كده على طول والموضوع بيمشي وبيبقى حلو جدا وبرضو ممكن نستعاملها على أقلام الماركرز أو ألوان الجواش أو الأكريلك أنا جربتها بكل حاجة ونفعت فالورق ده يعتبر كويس جدا وتقيل جدا وخامته حلوة ويعتبر إن احنا ما دفعناش أي حاجة لإن الكاراتين دي كانتها تترمي عندنا في البيت تاني نصيحة معانا النهاردة هي عن ألم الجل الأبيض اللي هو يعتبر أداة مهمة للرسمين الألم ده عادة بيبقى موجود في المكتبات وأونلاين تقريبا بستين أو تمانين جنيه يعتبر سعره مرتفع شوية بالنسبة للأقلام العادية فتلوقتي هوريكم بديل رخيص جدا عن ألم الجل الأبيض وهو بكل بساطة الكوريكتور اللي احنا بنمسح به الأقلام الجاف ده تقريبا بخمسة جنيه أو يمكن أقل من خمسة جنيه ولو حطيناه على أي رسمة هيشتغل كأنه ألم جل الأبيض بالزرط ورخيص جدا مش مكلف خالص ولا بتمانين جنيه ولا أي حاجة فده كمان ممكن يوفر عليك فلوس كتير النصيحة الجاية دي بخصوص المركرات اللي احنا بنحدد بيها الرسومات بتاعتنا عندنا ألم شاربي ده تقريبا بيبقى بخمسين لمية جنيه على حصر الحجم التياو فهوريكم دلوقتي بدل ما كل شفية نشتري ألم بمية جنيه إزاي ممكن نوفر في الموضوع ده هجيب في الأول أي مركر عندنا في البيت ده تقليد لشاربي مش شاربي الأصلي ده كان عامل خمسة جنيه ونص تقريبا أو حاجة كده وهنجيب الحبر بتاع أقلام الصبورة المركرات بتاعت الصبورة العلبة دي تقريبا كانت بعشر جنيه وهتوعد معيك فترة طويلة جدا فده شكل الحبر من جوه وبيجيب لك معي أطارة صغيرة كده دلوقتي هفتح الألم وهطلع الأنبوبة اللي جوه وهبدأ أحط الحبر بتاع أقلام الصبورة دي في الأنبوبة بتاعت الألم اللي عندنا تمام طبعا هنمليها على الآخر بس أنا مش فارق معي دلوقتي بس بوريكم الطريقة وهدخل الألم زي ما هو ونقدر نملأ الألم بالحبر بتاع الصبورة ده يعاني مرات كتيرة جدا والحبر ده بعشر جنيه زي ما قلت لكم والألم بخمسة جنيه فيعتبر خمستاشر جنيه ونقدر نستعملهم فترات طويلة جدا عكس من أن احنا نشتري ألم غالي شوية وكل شوية نحتاج نبدله نصيحة كمان بخصوص ألم الدمج هي أن احنا ننظف الألم بدل ما كل شوية نرميه ونشتري ألم جديد أنا كنت أقل لكم قبل كده أن احنا ننظف ألم الدمج بورق الصنفرة بس كتير منكم ما كانش عارف يجيب ورق الصنفرة منين أو كان غالي أو أيا كان فأحراريكم دلوقتي أداية سهلة جدا في البيت بتنظف ألم الدمج وهي بكل بساطة أستيكا عادية جدا أو مساحة بنمسك ألم الدمج ونعد نحكه في الأستيكا بص إزاي بدأ ينظف من هنا نعد كده نلفه في الأستيكا كلها لحد ما كل الجهات تنظف وطبعا زي ما انتوا عايفين كل البيت فيها أستيكا وانت أكيد عندك أستيكا فمش هتدفع أي حاجة علشان تنظف الألم بتاعك وأهو ألم الدمج بتاعنا نضيف تماما بدون صنفرة ولا أي حاجة من النصائح برضو اللي هتوفر عليك شوية فلوس هو ان احنا بدل ما نستعمل فرش الراس اللي هي عادة بيبقى سعرها مرتفع شوية في فرش أرخص منها ويتعتبر برضو كويسة هي الفرش بتاعة المكياج طبعا مش الأصلية ولا حاجة الفرش اللي هي الرخيصة اللي بتتبع في محلات اتنين ونصر الحاجات دي دي فرش تقدر تشتري منها كمية كبيرة وبأشكال كتيرة وهتشتغل بالزبط زي الفرش بتاعة الغس أنا هنا بجربلكم الفرش بتاعة الميكياج الرخيصة دي على ورقك اني بعمل لوحة بألوان مائية وزي ما انتم شايفين هي شغالة حلوة قوي ما فيهاش أي مشاكل من النصائح اللي هتوفر عليك برضو ان انت بدل ما تشتري البلتات الخشب اللي زي دي دي طبعا بتبقى سعرها مرتفع شوية لانه خشب بركدة فهريك دلوقتي ازاي نعمل بلتة سهلة جدا ومكونات عندنا في البيت هنحتاج حتة كارتونة زي دي انا قطعها من كارتونة عندنا اي ان كان الحجم اللي انت عايزه وهنمسك كيس عادي من الكيس اللي عندنا في البيت وهنلفه على الكارتونة وبمجرد ما دخلنا كارتونة في الكيس يعتبر ان احنا دلوقتي عندنا بالتة اقدر احط عليها الالوان ووزعهم واخلطهم ببعض عادي جدا كأنها بالتة ولما بخلص من الشورل دلوقتي ممكن امسح الكيس علشان بس ما يبهدرش الدنيا وهشيله هرمي وهيتبقى معانا كارتونة نقدر نحط عليها كيس كمان في المرة الجاية واحنا كده يعتبر عملنا بالتة كويسة نخلط عليها الالوان بدون تكاليف خالص اخر نصيحة معانا النهاردة هي بخصوص السائل العازل بتاع الالوان المائية والسائل ده وظيفته ان انت ما بتحطه في الحدود بتاعة الرسمة الالوان مبتخرجش بغى الحدود دي فهو كويس جدا انا كنت شارع الازازة دي من فترة بتمانين جنيه هوريك دلوقتي بديل عن السائل العازل واخص بكتير ومش هيكلفك اي حاجة البديل ده بكل بساطة هو الاقلام الشمع طبعا المفروض ان هو يكون لون ابيض لان الورقة بتاعتنا بيضة فلو حطينا لون ابيض مش هيبان انا ما عنديش لون ابيض فهواريكم على اللون الاصفر وانتو تخيلوه ابيض بقى مع نفسكم مهم هيجي دلوقتي وهحطه بالضبط كان انا بنحط السائل العازل بتاع الالوان المائية تمام هاجيب اي لون هي وشايفين ازاي بعد عن الالوان طبعا اللون الاصفر ما بوضل الموضوع شوية بس لو تخيلتو ابيض هتلاقي ان هو فعلا بيبعد اللون عن الحتة اللي فيها الشمع ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى انه يكون افادكم ووفر عليكم شوية فلوس اشوفكم ان شاء الله م Será فيدigne قديقت و السلام عليكم اش له افادكم اشباعs